أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تمكن قوات الدفاع الجوي في التحالف مساء أمس الخميس عن اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية باتجاه منطقة مكة المكرمة في محاولة يائسة لإفساد موسم الحج وقالت القيادة في بيان لها إن تمكنت قوات الدفاع الجوي مساء الخميس 1438 الموافق 27 يوليو 2017 من اعتراض صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا باتجاه مكة المكرمة حيث جرى اعتراض وفاق منطقة الواصلية بمحافظة الطائف والتي تبع التسعة وستين كيلو عمكة المكرمة دون وقوع أي أضرار ولله الحمد وأكدت قيادة التحالف أن استمرار تهريب الصواريخ للأراضي الميمنية يأتي بسبب غياب الرقابة على ميناء الحديدة وسوء استخدام التصاريح التي يمنحها التحالف للشحنات الإغاثية والبضايع في وقت يعجز المجتمع الدولي عن اتخاذ قرار لمنع تلك الانتهاكات التي تطيل وأمد الحرب وتعرض حياة المدنيين للخطر ويجدد التحالف تأيده لقرار الحكومة الشرعية اليمنية لمسع المبعوث الخاص للأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ للرقابة على هذه الميناء الحيوية